السلام عليكم حبيباتي مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم جيت نهضر لكم على الروتين تاعي الليلي لنستعمله قبل ما نرقض في الليل وش ندير البشرة تاعي باش نخليها دايما تبدو بمظهر صغير كما تعلي بي بي ونحافظ على الرطوبة تاحا وبيانسير ما يخرج ليش الحب في المنطقة ولا في الوجه تاعي اول حاجة يا لبنات واول ناصيحة ننصحكم انكم جامي ترقدوا بالماكياج لانه اذا رقدتوا بالماكياج راح تدمروا البشرة تاعكم بنسبة 100% لازم عليكم انكم تخلصوا من هذاك الماكياج اللي كان في البشرة تاعكم وكاين ابنات يخسلوا بشرة تاحهم ولوجههم ديراكت بالماء والصابون بيش تخلصوا من الماكياج ولكن هذا خطأ لأنه إذا خسلتوا بالماء والصابون واحده معكم شرح تخلصوا من هذاك الماكياج رح يقعد الماكياج في وجهكم ومتنظفوش البشرة تاحكم بعمق لازم عليكم إنكم تنحوا الماكياج ساحب بموزيل الماكياج مع قطنات ومباعد رحوا تخسلوا البشرة تاحكم أنا نستعمل هذا التعفيني صراحة نهاية ما يدر لحب شباب لأثار جنيبية وينظف ويزيل الماكياج بعمق ديروا هذا في قطنات وتمسحوا بيها المنطقة تاحكم نحو الفندوتات نحو الغيسي الآيلاينر الغوجة لها فخ كامل وباعد رحوا تغسلوا البشرة تاحكم ولوجهكم بغسول ولوجه نتوايان بالنسبة للوجه نتوايان يا لبنات لازم يكون متوفر عند كل بنت حذاري إنكم تغسلوا بالصابون لأنه الصابون يدمر البشرة لازم تستعملوا جال نتوايان تشوفوا الجال نتوايان لناسبكم وعلى حساب نوعية البشرة تاكم وبينسير على حساب مقدوركم كاين الجال نتوايان غاليين وكاين الرخص كما هذا سواليس يدير 25 ألف كاين البشرة لكل أنواع البشرة أنا نستعمل هذا البشرة الجافة عندي تقريب 5 شهور ونستعمل فيه يعني كبديل لجال نتوايان غاليين مليح ما يدير لكش حتى أثار جانبية ولا ما يخرج للحب لا يديركم لا تجاعد لا والو أنا أعجبني كما قلت لكم كبديل المنتجات الغالية والتي عندها تقدر تشري لجال نتوايان غاليين أكيد رح يكون أحسن للبشرة بعد البنات وجديروا أدينوا تونر للبشرة كماء الورد لأنه ماء الورد تاني حاجة هاي لو لازم يتوفر عند كل بنت ولكامل أنواع البشرة تقدروا تستعملوا هذا الماء الورد كتونر لأنه رح يرتب لكم البشرة تاكم ويريحها ويحافظ على النعومة تاحها ويبيضها لكم تاني مع الوقت وتستقدروا تستعملوا ماء الورد تاني كموزيل الماكياج تزيلوا بها الماكياج في قطنة في بلاست ماء تشرو موزيل الماكياج اللي ما عندهمش تدراهم وبعد يا لبنات تخلوا التونر هذك لمدة 5 دقائق تمتصوا البشرة تاكم بالليح وتروحوا تبقوا سيرام سيرام البشرة كسيرام فيتامين سي ولا فيتامين أ ولا عدة أنواع أخرى من السيرام أنا نستعمل سيرام فيتامين سي وعلاه لأنه يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة ويحميلكم البشرة تاكم ويحفظو لكم على الرطوبة ولا معان ويبيضها لكم تاني ويحارب على متشيخوخة يزيل الهالة السوداء ويزيل حب الشباب تستعملوها للبشرة تحطوها على المانطق البشرة وتدهنوها كابو خفيف وديروا طبطبة طبطبة حاجة ضرورية لبنات باش تنشطوا الدورة الدموية إنها تمتص هذا المنتج وتعطيكم مفعول ملاح تخلوه لمدة 10 دقائق على البشرة تاكم باش تمتصوا بيها ومباعد تروحوا تديروا الكريم المرتب اللي هو حاجة ضرورية لما لازمش تستغنوا عليها لازم عليكم ترطبوا البشرة تاكم لكل أنواع البشرة لازم الترتيب يكون صبح وليل لأنه ترتيب البشرة راح يحارب على متشيخوخة وينحي لكم التجاعد وما يدلكمش يخلي البشرة تاكم ما تتعرضش للدسة وينحي لكم الحب وللبنات اللي عندهم الحب وللبنات اللي حبوا لازم ترطبوا البشرة تاكم وتقعد ديمة صغيرة وينسوا راح تولي البشرة تاكم مش شريقة ونظيرة كما تعلي بيبي أنا نستعمل هذا شخصيا غليف كريم من بوباقفات حاجة ملاحة ترطب خاصة للبنات اللي عندهم بشرة جافة وبشرة حساسة وهذه كانت هذه النصة أحلي نستعملها أنا شخصيا في الليل باش نحافظ على البشرة تاقي وكاين روتينات سقدر تستعملوها في النهار روتينات يومية وكاين روتينات أسبوعي وروتينات شهري لبشرة تاكم دونك اللي بنات لازم تتهلو في البشرة تاكم باش تحافظوا على اللمعان والرطوبة تاها او تقعد للكم ديمة صغيرة اذا حبيتوا نشارك معاكم ونبرتجي معاكم روتينات تاعي اليومي لنديرو في النهار قبل ما نخرج برا قبل ما ندير الماكياج روتينات تاعي الأسبوعي وروتينات تاعي الشهري ماذا بيه تقولي في لي كومنتر ولي عندها اي استفسار بينس يروا تحط في لي كومنتر انا رح نجاوب عليكم كامل واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبرتجوه لي كامل صحباتكم وديرو لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد